بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أبنائي وبناتي الطلاب حياكم الله في درس جديد من سلسلة دروس مادة الرياضيات 2-1 للصف الثاني ثنوي مسارات درسنا لهذا اليوم هو دوال خاصة لماذا؟ السمنة هي حالة مرضية يمكن تعرفها طبيا أنها زيادة الدهون في الجسم وتنتج السمنة عن أخذ مقدار طاقة أكبر من حاجة الجسم دون استهلاكها ويبين الجدول المجاور نسبة المصابات بالسمنة لفئات عمرية مختلفة في المملكة وهي بيانات مأخوذة من وزارة الصحة للفئة العمرية الأولى من 15-24 سنة نسبة الإصابة بالسمنة 19% هو من 25-34-38% من 35-44 سنة 53% من 45-54 سنة 58% ومن 55-64% تسعة وأربعين في المملكة فنلاحظ هنا بأن الفئات مختلفة ولكل فئة نسبة محددة فمثلا لو سألنا ما هي أكبر أو أكثر فئة عمرية مصابين بالسمنة سنجد أنها الفئة 58% للفئة العمرية من 45 إلى 54% أو أفضل إلى 54 سنة طيب دوال خاصة التي سنستعرضها في هذا اليوم هي ثلاث دوال سوف نستعرضها في هذا الدرس وهي أولا الدوال المتعددة التعريف وثانيا الدوال أو الدالة الدرجية وثالثا دالة القيمة المطلقة نبدأ بالدوال متعددة التعريف ما هي الدالة المتعددة التعريف؟ الدالة المتعددة التعريف هي الدالة التي تكتب باستعمال عبارتين أو أكثر وعند تمثيل الدالة المتعددة التعريف بيانيا توضع دائرة صغيرة مضللة دائرة صغيرة مضللة أي دائرة مصمتة لتشير إلى أن هذا الطرف ينتمي إلى التمثيل البياني للدالة ونضع دائرة مفرغة أو دائرة غير مضللة بهذه الصورة لتشير إلى أن النقطة لا تنتمي إلى التمثيل البياني لهذه الدالة مثال واحد مثل الدالة fx تساوي لها تعريفين عندما تكون x أقل من سالب 1 قيمة الدالة x ناقص 2 وعندما يكون x أكبر من أو يساوي 1 فقيمة الدالة هي x زائد 3 نحن نتحدث هنا عن دالتين الدالة الأولى fx تساوي x ناقص 2 والدالة الثانية هي fx تساوي x زائد 3 ولكل من هذه الدالتين قيود في المجال فالأولى معرفة لكل x أصغر من سالب 1 والثانية معرفة لكل x أكبر من أو يساوي سالب 1 نتعرف الآن على طريقة تمثيل هذه الدالة أولا نحتاج إلى جدول يمثل قيمة x وقيمة الدالة fx للدالة الأولى x ناقص 2 فلكي نضع قيم x أقل من سالب 1 فنحتاج إلى سالب 1 ونلاحظ هنا أن x أصغر من سالب 1 أي أن سالب 1 ليس من ضمن التمثيل البياني للدالة ولذلك عند التمثيل البياني عند سالب 1 سنضع دائرة غير مضللة والعدد الآخر للدالة الثانية هو أيضا سالب 1 والعدد للدالة الأولى سالب 1 وسالب 2 نلاحظ أن سالب 1 وسالب 2 أصغر من سالب 1 سالب 1 سيكون دائرة غير مضللة وسالب 2 دائرة مضللة لأنه ينتمي إلى مجال الدالة للدالة الثانية أيضا أعداد أكبر من أو تساوي سالب واحد نفترض أنها سالب واحد وصفر على سبيل المثال ثم نقوم بحساب قيمة الدالة عند كل عدد من الأعداد X التي افترضناها عندما تكون X تساوي سالب واحد للدالة الأولى تكون الناتج سالب واحد سالب اثنين فيكون الناتج سالب ثلاثة وعندما تكون قيمة X تساوي سالب اثنين فيكون الناتج سالب اثنين سالب اثنين فيعطينا العدد أو الناتج سالب 4 بالنسبة للدالة الثانية x زائد 3 عندما يكون x سالب 1 سيكون الناتج سالب 1 زائد 3 فيعطينا العدد 2 وعندما تكون قيمة x تساوي 0 0 زائد 3 سيكون الناتج يساوي 3 بعد ذلك نوثل هذه النقاط النقطة الأولى للدالة أو للتعريف x نقص 2 سيكون سالب 1 وسالب 3 والنقطة الأخرى سالب 2 وسالب 4 نمثل الآن النقطة سالب 1 وسالب 3 هذه النقطة سالب 1 وسالب 3 نلاحظ أنها دائرة غير مضللة كما ذكرنا لأن السالب 1 لا يقع في مجال الدالة في التعريف الأول x نقص 2 والنقطة الثانية سالب 2 وسالب 4 دائرة مضللة ثم بالنسبة للخط المستقيم الواصل بينهما يكون بهذه الصورة يبدأ من النقطة سالب 1 وسالب 3 ويمر بالنقطة سالب 2 وسالب 4 ويمتد إلى سالب ما لا نهاية بالنسبة للتعريف الآخر للدالة وهو x زائد 3 لدينا النقطة الأولى سالب 1 وسالب 2 وهي دائرة مغلقة لماذا؟ لأن x أكبر من أو تساوي سالب 1 وبالتالي سالب 1 يقع ضمن مجال الدالة النقطة الثانية الصفر وثلاثة وأيضا ستكون دائرة مغلقة لماذا؟ لأنها أيضا تقع في ضمن مجال الدالة ثم نرسم الخط المستقيم الواصل بينهما لأن كلتا التعريفين كلاهما يعتبر دالة خطية الآن هذه هي الدالة التي تمثل fx يساوي x ناقص 1 عندما x أصغر من سالب 1 وx زائد 3 عندما تكون x أكبر من أو تساوي سالب 1 مطلوب الآن المجال ومطلوب المدى بالنسبة للمجال جميع نقاط x تقع ضمن المجال جميع النقاط هنا من سالب ما لا نهاية إلى سالب 1 بالنسبة للتمثيل الأول وأيضا سالب 1 من ضمن المجال في التمثيل الثاني ويمتد إلى ما لا نهاية وبالتالي فإن المجال هو مجموعة الأعداد الحقيقية أما بالنسبة للمدى فالمدى هنا من سالب ما لا نهاية حتى ما قبل العدد سالب 3 سالب 3 لا يقع من ضمن أو ليس من ضمن المدى ثم لا يوجد مدى للدالة حتى العدد 2 وهو من ضمن المدى إلى ما لا نهاية وبالتالي يكون المدى في هذه الحالة هو Y بشرط أن Y أصغر من سالب 3 أو Y أكبر من أو يساوي موجب 2 إذن مجال هذه الدالة هو مجموعة الأعداد الحقيقية والمدى هو Fx بشرط أن Fx أصغر من سالب 3 أو Fx أكبر من أو يساوي 2 هذا بالنسبة للمثال الأول تحقق من فهمك Fx يساوي X زائد 2 عندما X أصغر من الصفر أو X عندما X أكبر من أو يساوي الصفر أيضا لدينا هنا تعريفين للدالة ونقطة التحول في التعريف هي العدد صفر العدد صفر في التعريف الثاني X دائرة مضللة والصفر في التعريف الأول للدالة X زائد 2 ستكون دائرة مفرغة نبدأ بوضع القيم بالنسبة للدالة X أو للتعريف X زائد 2 نفترض الصفر والسالب 1 الصفر ليس من ضمن مجال الدالة لكننا ليس من ضمن مجال التعريف الأول للدالة X زائد 2 وأيضا سالب 1 لا سالب 1 يقع من ضمن المجال عندما تكون قيمة X تساوي 0 يكون تعريف الأول للدالة 0 زائد 2 فيكون الناتج يساوي 2 عندما تكون X تساوي سالب 1 سالب 1 زائد 2 يعطينا 1 بالنسبة للتعريف الآخر fx يساوي x عندما x أكبر من أو تساوي 0 نفترض القيم التالية 0 و 1 عندما تكون x تساوي 0 فتدل fx تساوي x طبيعي تساوي 0 وعندما تكون fx تساوي 1 فمن الطبيعي أيضا أن fx تساوي 1 إذن 0 و 0 والقيمة الثانية 1 و 1 الآن نمثل النقاط 0 و 2 سالب 1 و 1 التي تمثل التعريف الأول x زائد 2 النقطة الأولى سالب 1 و موجب 1 هي دائرة مغلقة النقطة الثانية سالب 0 و 2 دائرة غير مظللة لماذا؟ لأن الصفر كما قلنا ليس في ضمن مجال التعريف x زائد 2 ثم نصل بينهما بخط مستقيم بهذه الصورة بالنسبة للتعريف الآخر للدالة fx يساوي x عندما x أكبر من أو تساوي 0 القيم 0 و 0 و 1 و 1 و كلاهما دائرتان مظللتان لماذا؟ لأن الصفر و 1 كلاهما أكبر من أو يساوي الصفر فبهذه الصورة نصل بين النقطتين بخط مستقيم وهي دالة خطية فيصبح لدينا هذا هو التمثيل البياني للدالة بالنسبة لمجال الدالة الدالة معرفة على كامل الأعداد الحقيقية وبالنسبة للمدى أيضا المدى على كامل الأعداد الحقيقية المجال هو مجموعة الأعداد الحقيقية r والمدى أيضا هو مجموعة الأعداد الحقيقية r إذا أردنا أن نوضح المجال والمدى فالمجال هنا جميع الأعداد X ستكون من ضمن تعريف الدال لماذا؟ لأن الخطان ممتدان بهذه الصورة بينما بالنسبة أيضا بالنسبة لل Y كذلك نلاحظ أنه جميع نقاط ال Y تقع من ضمن المدى وبالتالي فالمدى هو مجموعة الأعداد الحقيقية وكذلك المجال هو مجموعة الأعداد الحقيقية R إذا كانت الدوال المتعددة التعريف ممثلة بدوال خطية إذا افترضنا أن لدينا دالة متعددة التعريف وجميع تعريف الدالة هي دوال خطية ماذا نسميها؟ نسميها الدالة المتعددة التعريف الخطية تسمى الدالة المتعددة التعريف الخطية وقد تكون هذه الدالة المتعددة للتعريف متصلة أو غير متصلة اكتب الدالة المتعددة للتعريف الممثلة بيانياً في الشكل المجاور عكس السؤال الأول السؤال الأول أعطانا الدالة وطلب منا التمثيل الآن أعطانا التمثيل وطلب منا الدالة قبل أن نبدأ في الحل نلاحظ هنا بأن الدالة لها ثلاثة تعريف فالتعريف الأول من الواحد أو يعني الـ X أصغر من الواحد X أصغر من الواحد لماذا لم نكتب X أصغر من أو يساوي لأن الدائرة هنا مفتوحة بينما الواحد وليس الصفر معذرة بينما التعريف الآخر للدالة من الواحد إلى الاثنين ولذلك X أكبر من أو يساوي واحد أصغر من أو يساوي اثنين الجزء الأخير من الدالة وهو موثل بهذا المنحنة يبدأ من اثنين X أكبر من اثنين وأيضا لا يوجد مساواة لماذا لأن الدائرة هنا مفتوحة إذن أنا لدي تعريف للدالة عندما X أصغر من واحد ولدي تعريف للدالة عندما X أكبر من أو يساوي واحد وأصغر من أو يساوي اثنين ولدي تعريف للدالة عندما X أكبر من اثنين نبدأ الآن بالمنحنة الأول نختار أي نقطتين يمر بهما المستقيم ولتكن على سبيل المثال النقطتين واحد وخمسة والنقطة صفر وثلاثة نلاحظ هنا بأن المنحنة الأول يمر بالنقطة واحد وخمسة هذه النقطة ويمر كذلك بالنقطة الثانية صفر وثلاثة لماذا اخترنا النقطتين حتى نوجد الميل ومن الميل نستطيع طريقة إيجاد المعادلة إما بصيغة الميل والمقطع أو بصيغة الميل ونقطة نوجد الآن الميل الميل هذا المستقيم يساوي خمسة ناقص ثلاثة وي اثنين وي واحد ناقص وي اثنين على اكس واحد ناقص اكس اثنين واحد ناقص صفر خمسة ناقص ثلاثة يساوي اثنين واحد ناقص صفر يساوي واحد اثنين على واحد يساوي اثنين إذن الميل يساوي اثنين بعد ذلك نستخدم صيغة الميل والمقطع وي يساوي ام اكس زائد بي ما الذي نعرفه هنا نعرف يعني سنستخدم أي نقطة من النقطتين هنا اما صفر وثلاثة او واحد وخمسة لنعوضها بالواي والاكس والام نعوضها بالميل اثنين حتى نستطيع ايجاد المقطع بي استخدمنا النقطة واحد وخمسة فالاكس عوضنا عنها بالقيمة واحد والواي عوضنا عنها بالقيمة خمسة فأصبح لدينا خمسة يساوي اثنين في واحد زائد بي خمسة يساوي اثنين زائد بي وبالتالي قيمة خمسة ناقص اثنين يساوي بي فأصبحت قيمة المقطع بي يساوي كم؟ ثلاثة وبالتالي نعود إلى التمثيل الأول وي يساوي ام اكس زائد بي ونضع الميل ام يساوي اثنين والمقطع بي يساوي ثلاثة إذن التعريف الأول للدالة عندما تكون الاكس أصرر من الواحد y يساوي 2x زائد 3 بنفس الطريقة تماما نوجد معادلة أو نوجد الدالة الوسطى وهي من 1 إلى 2 أستخدم النقاط 1 و 1 و 2 و 0 التي تمر بهم الدالة الخطية فيصبح لدينا الميل يساوي النقطة الأولى مثلا y 2-y 1 0-1 x 2-x 1 2-1 يصبح لدينا سالب 1 مقصومة على الواحد فيساوي سالب 1 إذن الميل يساوي سالب 1 معادلة الميل والمقطع y يساوي mx زائد b سنستخدم النقطة 2 و 0 فالy قيمتها 0 والx قيمتها 2 أصبحها 0 والm الميل يساوي سالب 1 فالصفر يساوي سالب 1 مضروبا في 2 مضافا إليها b أي 0 يساوي سالب 2 زائد b وبالتالي المقطع b يساوي 2 الآن نرجع إلى المعادلة y يساوي mx زائد b نستعيض عن الميل بقيمته سالب 1 ونستعيض عن المقطع b بالقيمة 2 فتصبح المعادلة y يساوي سالب x زائد 2 هذا هو التعريف الثاني للدالة متى يتحقق هذا التعريف عندما تكون x أكبر من أو يساوي 1 أصغر من أو يساوي 2 بالنسبة للتعريف الثالث للدالة عندما تكون x أكبر من 2 هي دالة ثابتة قيمة الدالة الثابتة هنا y يساوي 3 مهما اختلفت قيمة x ستظل y يساوي 3 وبالتالي فالتعريف هنا fx يساوي 3 هو تعريف الجزء الثالث من الدالة إذن أصبحت لدينا الدالة هذه بالصورة التالية fx تساوي أولا 2x زائد 3 متى عندما تكون x أصغر من الواحد سالب x زائد 2 عندما تكون x أكبر من أو تساوي 1 وأصغر من أو تساوي 2 اكتب الدالة المتعددة للتعريف الممثلة بيانيا في كل مما يأتي بنفس الفكرة تماما هنا لدينا مقياس الرسم نلاحظ بأنه 2 أو سالب 2 سالب 4 سالب 6 سالب 8 2 4 6 8 نأخذها في الاعتبار عندما نوجد النقاط التي يمر بها كل خط مستقيم في هذا التمثيل البياني أول دالة لدينا عندما x أصغر من أو تساوي سالب 5 نلاحظ هنا العدد هنا سالب 5 وبالتالي عندما تكون x أصغر من أو تساوي سالب 5 هو الجزء الأول الجزء الثاني من الدالة تكون x محصورة بين سالب 5 أكبر من سالب 5 بدون مساواة لأن الدائرة مفرغة وأيضا مفرغة من الطرف الآخر وبالتالي أصغر من سالب 2 والتعريف الثالث للدالة سيكون أكبر من أو يساوي سالب 2 عندما تكون x أكبر من أو تساوي سالب 2 كل مجال من هذه المجالات له تعريف لهذه الدالة الخطية نستعرضها الآن سويا نرجع الآن إلى التعريف الأيصر للدالة الخطية y يساوي 6 يتحقق عندما تكون x أصغر من أو تساوي سالب 5 تعريف الأوسط الآن من السالب 5 إلى سالب 2 إذن هي تمر بالنقاط سالب 5 وموجب 9 ننتبه إلى مقياس الرسم وأيضا سالب 2 وموجب 6 نوجد أولا الميل الميل يساوي 9 ناقص 6 y2 ناقص y1 أو y1 ناقص y2 سالب 5 ناقص 2 فيكون الناتج هنا 3 مقسوما على سالب 3 فيكون الناتج سالب 1 الآن بدلالة الميل والمقطع y تساوي mx زائد b نستخدم النقطة سالب 2 و 6 فالy تساوي 6 والميل سالب 1 مضروبا في سالب 2 مضافا إليها ال-b يساوي أو يقتضي أن ال-6 تساوي سالب 1 مضروبا في سالب 2 يعطينا 2 زائد b وبالتالي فإن قيمة ال-b تساوي 4 الآن ماذا تكون المعادلة في هذه الحالة؟ المعادلة ستكون y يساوي سالب 1 في x سالب x زائد 4 هذه قيمة الدالة متى تتحقق أو متى يتحقق هذا التعريف؟ عندما تكون ال-x أكبر من سالب 5 وأصغر من سالب 2 الآن الجزء الأخير من تعريف الدالة وهو المنحنة الأخير يمر بالنقاط سالب 2 و 0 النقطة الأولى هنا ونختار مثلا النقطة هذه 2 و 2 فيكون لدينا الميل يساوي 2 ناقص صفر 2 ناقص ناقص 2 فيعطينا 2 قصوما على 4 و يساوي نص الآن y يساوي mx زائد b بدلالة الميل والمقطع فال-y نختار مثلا النقطة سالب 2 و 0 ال-y يساوي 0 يساوي الميل نص مضروبا في سالب 2 يساوي أو زائد b نصف مضروبا في سالب 2 يعطينا سالب 1 فيقتضي أن 0 يساوي سالب 1 مضافا إليها ال-b وبالتالي نستنتج أن قيمة المقطع b يساوي سالب 1 بما أنه عفونا يساوي موجب 1 الميل هنا لأنها سالب 1 في الطرف الأيب فال-b يساوي هنا 1 تصبح لدينا المعادلة y يساوي نصف x مضافا إليها 1 متى يتحقق هذا التعريف؟ يتحقق هذا التعريف عندما تكون ال-x أكبر من أو تساوي سالب 2 هذا هو التعريف النهائي للدالة 6 عندما x أصغر من أو يساوي سالب 5 سالب x زائد 4 عندما تكون ال-x أكبر من سالب 5 وأصغر من سالب 2 ونصف x زائد 1 عندما تكون x أكبر من أو تساوي 2 تدريب على اختبار إذا كانت gx تساوي x تربيع فأي عبارة مما يأتي تساوي gx زائد 1 لدينا gx تساوي x تربيع والمطلوب gx زائد 1 فيصبح الناتج نستعرض عن قيمة ال-x بال-x زائد 1 مربع فمربع مجموعة حدين يساوي مربع الأول زائد 2 في الأول في الثاني يعطينا 2x زائد مربع الثاني فيكون بهذا الخيار الصحيح هو الخيار c إذن الخيار الصحيح في هذه الحالة هو الخيار c بهذا نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم نتمنى إن شاء الله أنكم قد وفقنا في تقديم ما يحوز على رضاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته